بسم الله الرحمن الرحيم طلاه بالصف الرابع الابتدائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم مستر احمد محروس ان شاء الله هنحل المراجعة النهائية الخاصة بكتاب المعاصر بالصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني عشرين تلاتة وعشرين هنقسم المراجعة على جزئين الجزء الاول هيكون في الفيديو ده هنحل الاسئلة الخاصة باختيار من متعدد على المفردات والقواعد اللغوية وهيكون في فيديو تاني يتبع هذا الفيديو ان شاء الله هيكون في حل خمستاشر اختبار على المنهج بالكامل اوكاي تابعوا الفيديو ده والفيديو القادم وهيكون الامتحان سهل وبسيط بالنسبة لكم بالتوفيق دائما ان شاء الله تعالوا بينا نبدأ الجزء الاول المتعلق بالاسئلة الخاصة بالاختيار من متعدد على المفردات والقواعد اللغوية هنبدأ هنا بيونت 7 واحد من اكبر الزواحف غصن الشجرة او فرع كروكوضايل اللي هو طبعا التمساح تمساح النيل برد معنى طائر بلانت معنى نبات الفلاحين بحاجة الا ايه كده سويل من التربة لكي يزرعوا المحاصيل بور فقير او تربة فقيرة هوت بمعنى حار فرتل بمعنى خزب باد بمعنى سيء طبعا عندي هنا فرتل وفرتل ليها نوتين ينفع لها فرتل هنا نوت امريكان وفرتيل نوت بريتش اوكاي فرتل سويل اللي هي التربة الخزبة نمبر ثري قرية جدي سبيس مسافة عايز يقول انه قرية جدي كانت هادئة في الماضي هنا كلامي في الماضي يبقى انا استخدم ماضي بسيط وزمن الباضي البسيط بيتكون من التصريف الثاني للفعل باضافة مع الافعال المنتظمة والافعال غير المنتظمة تحفظ كما هي في فيديو هيظهر لك فوق دلوقتي في شرح زمن الماضي البسيط لو حابين تراجعوا علي اوكاي طب هنا قرية جدي هنا القرية في الماضي القرية مفرد ولا جمع سينجلر طبعا هنا سينجلر وإن مفرد بياخد كانت هادئة جدا في الماضي هنا عندي علامة من علامة الماضي في زمن الماضي البسيط يبقى انا هنا هستخدم الفاتصريف تاني يبقى اخد هنا الفعل فعل منتظم منتهي بحرف الواي في المضارع ولكن قبل حرف متحرك عند اضافة الواي في الماضي طبق الواي كما هي ثم نضيف play it اوكاي يجيب عليك نمبر بي نمبر وان there are a lot of trees in that يوجد العديد من الأشجار فيم desert صحراء forest طبعا forest اللي هي الغابة river بمعنى نهر mountain بمعنى جبل نمبر تو it's very hot today الجو حار جدا اليوم the space اي كده is very high ايه لا يكون مرتفع جدا temperature اوكاي اللي هي درجة الحرارة new trend عنصر غزائي environment البيئة building معنى مبنى نمبر ثري the space a metal box metal box اللي هو صندوق معدني in the ground في الأرض yesterday بالأمس هنا عندي yesterday علامة من علامة الماضي اوكاي يبقى أنا أخد هنا الفعل تصريف ثاني أنا عندي find معنى يجد هنا في present في المدارة find فعل irregular يعني فعل غير منتظم مضي found find found اتفقنا أن الأفعال غير منتظمة irregular verbs تحفظ كما هي لا يضاف إليها d, e, d, i, e, d اوكاي نمبر فور she space مسافة go to the zoo last friday هنا last وأي فترة زمنية بتدل على زمن الماضي البسيط يبقى أنا هنا هاخد ايه doesn't هنا في المدارع didn't اوكاي didn't go لم تذهب طيب ممكن حالي يقول لي يا مستر wasn't كذلك بستخدمها في الماضي طب ليه مخدتهش هنا لكن isn't في المدارع هقول لك بص معايا هنا go فعل ولا اسم ولا صفة go معنا يذهب فعل did او didn't بتيجي مع الأفعال بتيجي مع الايه الأفعال اوكاي علشان كده خدت didn't في النفي لكن was or wasn't where weren't بتيجي مع الأسماء أو الصفات لو طلعنا فوق كده حاجة بسيطة خالص وشوفنا هنا قرية جدي هنا القرية فعل لا القرية مش فعل علشان كده خدنا was لانها مفرد اوكاي يبقى انا لو عندي فعل هاخد did او didn't على حسب معنى الجملة تمام ننزل بعد كده ننبر سي ننبر سي ننبر وان يبقى هيا ساة حزينة ورد الآن اكسايتد بمعنى متحمس تمام بمعنى خائف يبقى اكيد هي متحمسة ننبر تو there isn't enough water in that space مسافة it's a dry place لا يوجد ماء كافي فين كده انه مكان جاف river نو طبعا النهر في مية desert السحراء اوكاي يبقى desert there isn't enough water لا يوجد فيها ماء كافي dry place يعني مكان جاف see بمعنى بحر lake بمعنى بحيرة اوكاي ننبر ثري last month الشهر الماضي mona space مسافة here grandparents قلنا last اي فترة زمنية يبقى انا بتدل على الكلام في الماضي تمام يبقى انا هنا هاخد تصريف انا عندي هنا الفعل visit يزور فعل في المضارع فعل اخر اي والاخر y عندما نستخدمه في الماضي يضاف اليه ايدي visited اوكاي ننبر فور my sister space eight when we moved to كايرو عايز يقول النختي كان عندها تمام سنين عندما انتقلنا الى القاهرة did في الماضي was في الماضي were في الماضي are في المضارع يبقى ار مش معايا طيب نرجع بقى كده هنا eight eight رقم تمانية تمام يبقى مش فعل يبقى انا مش هياخد dead يبقى dead مش موجودة معايا طيب هنا eight هنا my sister singular يعني مفرد or plural او جامع my sister اختي يبقى هنا مفرد والمفرد في الماضي بياخد was اوكاي طيب ننزل بعد كده number d number one there are a lot of high space in the city يوجد العديد من ايه كده في المدينة هاي بمعنى عالي desert سحاري buildings اللي هي المباني high buildings يعني مباني مرتفعة rivers and hard seas بحار number two space مسافة climate is not too hot and not too cold هو المناخ اللي هي كده لا يكون حار جدا ولا بارد جدا temperate climate yes temperate climate المناخ المعتدل لا يكون حار جدا ولا بارد جدا fertile بمعنى خزب modern بمعنى حديث bad بمعنى سيء number three I space happy on my first day of school I weren't happy I isn't I wasn't I didn't بداية isn't مش هنعرف ناخدها لان هنا كلامي في الماضي و isn't في المدارة didn't كذلك مش هنعرف ناخدها ليه عشان عندي هنا happy صفة وقلنا did أو didn't لازم يجي بعدها فعل يبقى هنا didn't و isn't مش موجودة معي هنا بأخد لإما weren't أو wasn't الغلطة اللي فيه ناس كتير بتقع فيها أول لما تشوف I بيقولوا I تعامل معاملة الجم هاخد weren't على طول خطأ أقول لك ليه كلنا عارفين verb to be in the present اللي هو الفعل يكون am is are ولكن عندي am is in the present في المدارة ماضيهم was are الباست الماضي where طب هنا I I بتاخد am والإز والآر I am أنا أكون تمام وهنا am is الماضي was يبقى أنا هنا لو اخترت weren't في الماضي بنستخدم did فعل مساعد تمام و did يا شباب لازم يجو وراها يعني مصدر الفعل بدون أي إضافات يبقى how did she go how did she go طيب ممكن حد يسألني يقول لي يا مستر يعني ايه مصدر الفعل بدون إضافات الإضافات في اللغة الإنجليزية سبعة يهم s e s i e s d e d i e d i n g دول السبع إضافات الموجودين في اللغة الإنجليزية s e s i e s بنستخدمها في زمن المضارع البسيط مع المفرد d e d i e d تستخدم في زمن الماضي البسيط وال ing في زمن المضارع المستمر يبقى أنا لما جا أقول لك الفعل يعني مصدر الفعل بدون أي إضافات يبقى الفعل ليس في آخره إضافة من السبع إضافات دول يبقى ناخد go بمعنى يذهب أوكي ننزل بعد كده نهر له إي two villages قريتين branches فرعين له فرعين جبال غابات البدو بيعيشوا فين فورست في الغابة ريفر نه ليك بحيرة بيعيشوا في ديزرت في الصحراء which is very hot طبعا يكون الجو حار جدا number three my grandpa جدي space مسافة me to school last Sunday هنا عند lost واتفقنا إن lost علامة من علامة زمن الماضي البسيط يبقى أنا كلامي تصريف ثاني تصريف ثاني أنا عند drive الفعل يقود فعل غير منتظم irregular verb drove الماضي منه drove drive drove ماضيها drove اوكي number four they space a box in the ground two years ago كذلك ago بتأتي في نهاية الجملة لتدل على الكلام أنه في زمن الماضي البسيط يبقى أنا هستخدم تصريف ثاني اوكي هنا عند الفعل parry بمعنى يدفن ولكن هنا فعل منتظم منتاب حرف y قبل حرف second اللي هو حرف r عندما نريد استخدامه في زمن الماضي البسيط نقوم بحسف y ثم نضيف i e d اوكي they buried a box يعني قاموا بدفن صندوق in the ground في الارض two years ago منذ سنتين اوكي ننزل بعد كده the space مسافة climate is very cold very cold بمعنى بارد جدا desert مناخ الصهرة polar اللي هو قطبي تمام طبعا في المناطق القطبية بيكون الجو very cold يعني بارد جدا temperate هنا مناخ معتدل fertile بمعنى خصب number two we can space to live in the environment around us يمكننا ايه كده ان نعيش في البيئة من حولنا talk معنى اتحدث guess بمعنى يخمن adapt معنى يتأقلم او يتكيف اوكي swim بمعنى يسبح او يحوم number three where did your grandpa space up هنا انا عندي did واتفقنا لنسى من شوية طالما عندي did or didn't الفعل infinitive مصدر الفعل بدون اي اضافات يبقى اهد ايه excellent number four there space a big shopping mall in our city now هنا عندي now now present مضارع يبقى انا مش استخدم كلام يدل على الماضي هنا استخدم verb to be in the present الفعل يكون في المضارع اللي هو ايه am is are طيب تعالوا هنا a big shopping mall a تأتي قبل الاسم المفرد يبقى الحاجة هنا مفردة والمفرد بياخد is اوكي تعالوا بينا نخش على unit eight الوحدة التامنة ان شاء الله هسيب لكم رابط الملف pdf في وصف الفيديو بحيث لو في اي حد منكم عايز يحمله ويحله مع نفسه في البيت اوكي ونصيحة مني شاهد الفيديو وخلصه وشوف انا بحل ازاي وبعد كده حمل الملف pdf وحله بنفسك وراجع لجابات وشوف انت غلطت في ايه وحاول تصحح من اخطائك اوكي number one i like to have a space of juice هنا juice اللي هو العصية هيتعبى في ايه اخد slice شريحة piece كطعة carton اللي هي عبوة كارتونية طبعا a carton of juice بار بمعنى قالب بتأتي مع chocolate الشوكولاتة او صوب الصبون number two we space in the sea last weekend هنا lost تدل على زمن الماضي البصيد يبقى كلامي هاخد تصريف تاني انا عندي هنا swim الفعل يسبح irregular verb فعل غير منتظم يبقى هنا swam number three bananas and frozen yogurt الموز والذبالي المثلج are my favorite هما دول اي هوبي هواية dessert بمعنى تحلية اوكي dessert بمعنى تحلية ونخلي بالنا ان هنا double s تمام يعني اتنين s لكن لو s واحدة dessert اللي هي الصحراء subject معنى مادة دراسية او موضوع sport بمعنى رياضة number four many muslims space during the day in ramadhan الكثير من المسلمين during the day in ramadhan بيعملوا اي اثناء النهار في رمضان حالا دلوقتي صايمين تمام eat بمعنى يأكل drink يشرب fast بمعنى يصوم jump بمعنى يقفل number one my sister was very tired she locked a bit هنا ده تعبير نحفظه كده locked a bit green تبدو شاحبة اللون يعني تعبانة looked a bit green okay number two my mom bakes kahk for us to space ايد الفتر منطي خابسة الكحك من اجلنا ليبقى to read لكي نقرأ ايد الفتر buy نشتري celebrate بمعنى يحتفل يبنا عندي هنا celebrate بمعنى يحتفل call بمعنى ينادي او يتصل number three صار صار اشتريت ايه كده من الكعك او البسكويت بالامس باكت تمام عندنا اا باكت اوف كوكيز ابوه من البسكويت او الكعك بودل بتيجي مع الماء او العصير او اللبن بار اتفقنا بتيجي مع الشوكليت او سوب اللي هي السابونة سلايس شريحة وكل دول خدناهم قبل كده ادوات التجزئة number four last sunday يوم الاحد الماضي she space very well in the school concert كلام في الماضي عايز اقول ان هي غند بشكل جيد في الحفلة الموسيقية الخاصة بالمدرسة sing معنى يغني هنا in the present في المضارع فعل غير منتظم sing sang اوكي c number one عيد الفتر and شام النسيم are space in ايجيبت عيد الفتر وشام النسيم dishes اطبق desserts تحلية festivals احتفالات cities مدن طبعا دول festivals احتفالات number two my sister isn't careful اختي ليست حريصة she usually makes some عادة تقوم بفعل كيكس كيكة mistakes اللي هي اخطاء make some mistakes ترتكب بعض الاخطاء بيكنيكس اللي هي نزهات خلوية في الهواء الطالق plans خطط number three she had three space of cake yesterday هنا لما اجي اجزة الكيكة اللي هي الترتة بتاخد slices slices of cake number four my dad my dad a big fish last friday ابي عمل اي كده سمكة كبيرة يوم الجمعة الماضية last last يبقى ناكلامي فيه in the past في الماضي اول لما نشوف last وبيقوا وراه فترة زمنية افتكر الجملة دي last in the past past يعني الماضي يبقى ناخد التصريف تاني انا عند الفعل catch معنى يمسك او يصطاد او يلحق على حسب معنى الجملة هنا جاي مع السمك يبقى معنى يصطاد catch فعل غير منتظم irregular verb الباست منه caught caught a big fish اوكي last friday number d the dolphin and the space are sea animals الدولفن ويه كمان كده حيوانات بحرية octobus اكيد طبعا octobus الاختبوت حيوان بحري لكن عند tiger النمر camel الجمل snake الثعبان كلهم طبعا برية حيوانات برية number two aid is a time of العيد ده وقت growing النمو celebration اللي هو الاحتفال studying المذاكرة pollution التلوث aid is a time of celebration العيد وقت الاحتفال and for being happy والاحساس بالسعادة number three i drank three of water every day طبعا هنا water والماء يعب فين bottles اللي هي زجاجات number four last weekend في عطلة نهاية الاسبوع الماضي ماي سستر اختي سبيس كوميك بوك كوميك بوك اللي هو كتاب كوميدي كلامة في الماضي ريد هي هيها نفس الحروف ولكن نطقها بيكون مختلف ريد في المضارع ريد في الماضي اكايني بقول اللون الاحمر تمام يبقى ريد كوميك بوك قرأت كتاب كوميدي number e number one مالك went to the wedding party and gave presents for the and the groom مالك ذهب الى حفلة الزفاف واعطى هدايا لأي كده وي العروس اللي عند هنا groom اللي هو العريس تمام يبقى عند هنا برايد العروسة اوكي بمعنى جار فارمر فلاح او مزارع ويدر بمعنى نادل اللي هو الكرسون اللي بيكون موجود في المطعم number two we space christmas trees christmas trees اشجار christmas with lights بالالوان او الادواء and the colored balls والقرات الملونة هنعمل فيها ايه add بمعنى يضيف decorate بمعنى يزين تمام هنزينها represent معنى يقدم throw معنى يلقي number three she space up late yesterday عايز يقول ان هي استيقظت متأخرا بالامس هنا yesterday في الماضي wake مضيها walk فعل غير منتظم يبا نخل بنى من العلامات علشان على اساسها هنختار الافعال اذا كانت في المضارع او الماضي number four my mother had two space of cheese for breakfast هنا cheese اللي هي الجبنة لما نحط قبلها اداة تجزئة هنحط pieces يعني كتعتين من الجبن number f the christmas trees اشجار el christmas new life دي اخدناه في الدرس represent new life يعني تمثل حياة جديدة represent a new life number two رمضان and شوال are islamic رمضان وشوال دي شهور اسلامية months بمعنى شهور years سنوات weeks اسابيع places اماكن number three my brother bought three space of chocolate اخويا اشترى خلاص ايه كده من الشوكولاتة اتفقنا ان الشوكولات بيجي معها بار ولكن هنا بارز علشان عندي هنا three رقم جمع عدد جمع فنضيف اس number four the boy the glass door last friday قلنا خلي بالنا من ايه من العلامات last يبقى انا فين in the past يبقى انا في الماضي تمام break بمعنى يكسر broke هنا التصريف الثاني اللي هو كصر يبقى the boy الولد broke the glass door كصر الباب الزجاجي last friday يوم الجمعة الماضية اكي ننزل بعد كده unit nine الوحدة التاسعة number eight space your present and show me what you got عايز يقوله هنا قم بازالة غلاف الهدية ووريني show me بمعنى اظهر لي what you got ماذا حصلت cover بمعنى يغطي and grab هنا الو silent لا تنطق الرب بمعنى يزيل غطاء شيء hide بمعنى يستخبأ او يختبئ grab بتساوي كلمة cover بمعنى يغطي number two you should be space of your parents يجب عليك ان تكون اي كده بوالديك they are successful people هم ناس نكحين successful بمعنى ناجح يبقى لازم ان احنا نكون proud proud of بمعنى فخور be ancient بمعنى قديم far بمعنى بعيد sad بمعنى حزين number three they space the match so they were very happy yesterday هم عملوا ايه كده في المتش علشان كده هم كانوا سعداء بالامس winning win won wins هنا yesterday علامة من علامة الماضي انا عندي الفعل win بمعنى يفوز فعل غير منتظم التصريف الثاني one نفس نط كلمة one اللي هي رقم واحد win يفوز one بمعنى فازة لان كلامي هنا فين في الماضي number four why space مسافة they take photos of the animals last week هنا كلامي في الماضي lost يبقى انا فين في الباست في الماضي هنا كون سؤال يبقى انا استخدم فعل مساعد انا عند هنا take بمعنى يأخذ فعل يبقى انا هاخد dead اوكي number b means having something different or that nobody else has يعني بيكون معك حاجة مختلفة او شيء ليس مع احد يعني الحاجة دي معك انت بس يبقى انت كده special بمعنى مميز beautiful بمعنى جميل useful بمعنى مفيد او نافع careful بمعنى حريص she space her birthday yesterday yesterday علامة من علامة الماضي يبقى انا هاخد تصريف تاني تمام انا عند الفعل celebrate بمعنى يحتفل ولكن كلام في الماضي فعل منتظم منتاب حرف اي عند الاضافة في الماضي يضاف اليه دي فقط تمام لان اي موجودة يبقى she celebrated here birthday yesterday احتفلت بعيد ملادها بالامس number three she space her friend an exciting story yesterday كذلك yesterday كلام في الماضي انا عند الفعل tell بمعنى يخبر مضي told فعل غير منتظم she told her friend اخبار تصديقتها an exciting story كصة مسيرة yesterday بالامس number four east and are directions directions معنى اتجاهات يبقى انا عايز هنا اتجاه يبقى انا عند هنا south اللي هو الجنوب لكن history تاريخ جائزة كراتي لعبة الكاراتي number c number one i didn't من غير ما اكمل الجملة ليه لان احنا اتفقنا did or didn't الفعل infinitive مصدر الفعل بدون اضافات يبقى ااخد feel بمعنى يا شاي اوكي في حاجات كده يا شباب ما بتحتاج ان انا اكمل الجملة ولكن بتعتمد على تركيزك وفهمك للقعدة number two what did you did يبقى الفعل في المصدر يبقى دينا الاس من الاضافة والدي من الاضافة والing من الاضافات يبقى اخد here number three we can play the musical معروفة لابة الكراسة الموسيقية musical chairs number four egyptians space beans with lots of olive oil and lemon المصريون يقدمون الفول بالكثير من olive oil زيت الزيتون and lemon والليمون يبقى انا عندي هنا الفعل serve بمعنى يقدم طعم save بمعنى ينقذ او يوفر set بمعنى يجلس send بمعنى يرسل number d number one you should be space when you do exercises ينبغي عليك ان تكون اكده عندما تقوم بعمل التمارين cares care careful cared هنا عايز اقولك يجب ان تكون حريصا او تتوخى الحذر should be careful careful بمعنى حريص number two he wear his school uniform yesterday yesterday فين في الماضي تمام يبقى انا عند هنا don't و aren't مش موجودين معايا في الاختيارات يبقى انا اختار لاما weren't او didn't هنا wear wear بمعنى يرتدي فعل يبقى انا طول هاخد didn't لان did or didn't يتبعها فعل اوكي number three our food is space in ايجيبت طعمنا الطعم المصري مالو باد سيء wonderful بمعنى رائع اوكي number four are people who write movies and stars الاشخاص الذين يقومون بكتابة الافلام والقصص authors اللي هم مؤلفين تمام طيب number e number one Egyptians are very they always welcome the visitors هم المصريين مالهم harmful بمعنى مؤذي hospitable hospitable اللي هو مضياف الشعب المصري شعب مضياف old بمعنى كمير في السن او قديم لازي بمعنى كسول Egyptians are very hospitable الشعب المصري شعب مضياف جدا they always welcome the visitors دائما ما يرحبون بالزوار number three we should be proud of our country يجب علينا أن نكون فخورين بالإيه our beautiful country ببلدنا الجميلة beauty اللي هو جمال لكن beautiful بمعنى جميل okay number four my sister space and important prize in 2013 هنا إن وأي تاريخ في الماضي يبقى أنا كلامي في الماضي وين يفوز فعلي غير منتظم الماضي one بمعنى فازة number f Egyptian people الشعب المصري are of energy are full of energy يعني مليء بالطاقة fall of بمعنى مليء بي number two my uncle was a great space he wrote many famous books كتب العديد من الكتب يبقى كان doctor farmer فلاح author بمعنى مؤلف officer بمعنى زابط number three I love buying space clothes أنا أحب أن أشتري ملابس إيه كده color بمعنى يلون أو لون colorful colorful بمعنى ملون أو زاهي الألوان beauty بمعنى جمال care يهتم number four yesterday بالأمس she space a very beautiful dress yesterday ماضي اوكي أنا عند الفعل wear يرتدي ماضي war irregular verb فعل غير منتظم ارتدت بالأمس فستانا جميلا اوكي نيجي بعد كده unit 10 والوحدة العاشرة number one I created a space to get information from the website كنت بإنشاء كده لكي أحصل على المعلومات من الموقع الإلكتروني call بمعنى يتصل أو ينادي password password بمعنى كلمة مرور homework واجب منزلي tablet computer لوحي number two chameleons اللهم إي الحرابي color they're the same color as the place where they are يبا هم بيغيروا لونهم okay lose بمعنى يفقد أو يخسر walk بمعنى يمشي change بمعنى يغير write بمعنى يكتب تمام number three we space talk to people we don't know online الأشخاص الذين لا نعرفهم عبر الإنترنت يبقى احنا لا ينبغي علينا أن نتحدث معهم عند إعطاء النصيحة هنا بيستخدم should بمعنى يجب أو ينبغي أن هنا فيها shouldn't يبقى we shouldn't لا ينبغي علينا أن نتحدث مع الأشخاص الذين لا نعرفهم عبر الإنترنت number four إصراء should should or shouldn't يأتي وراء الفعل في المصدر بدون أي إضافات يبقى ناخد على طول هنا help اللي هو الفعل يساعد بدون أي إضافات number b my sister logged space the library website to get information نعفظها أو نعرفها logged into يعني يسجل الدخول logged into أختي ثانية الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالمكتبة لكي تحصل على المعلومات ok number two I use the space to make calls بستخدم أي كده لإجراء المكالمات computer الكمبيوتر cell phone اللي هو هاتف محمول radio اللي هو الراديو television television number three space your phone off before you sleep هنا بيقول اغلق تليفونك قبل الذهاب إلى النوم هنا فعل الأمر وفعل الأمر في اللغة الإنجليزية بنجيب الفعل infinitive بدون أي إضافات turn your phone off اغلق هاتفك number four you space accept to be friends only with people you know you should ينبغي عليك أن تقبل الصدقات من الأشخاص الذين تعرفهم فقط number three number one you space tell your parents when you have a problem with online polling لما يكون لديك مشكلة في التنمر الإلكتروني you should ينبغي عليك أن تخبر والديك should بمعنى ينبغي أن أو يجب نصيحة shouldn't لا ينبغي أن أو لا يجب والذين بستخدمهم لإعطاء النصيحة وبيجو وراهم الفعل infinitive مصدر الفعل بدون أي إضافات number two I go to that to read books for my research هروح فين كده علشان أقرأ الكتب عشان البحث بتاعي cinema library library اللي هي مكتبة parkin man حديقة garden حديقة خاصة park حديقة أعمى number three don't bully towards people لا تكن متنمرا يبقى don't be a bully don't be غورها infinitive مصدر الفعل بدون أي إضافات am is are I was aware verb to be in the present في المدارة or in the bus في الماضي ولكن هنا كلامه في المدارة يبقى أنا أخذ be don't be a bully towards people number four I want to space my friend and chat with him أريد أن أفعل أي كده لصديقي وأتحدث معه يبقى أكيد message اللي هي هبعت له رسالة تمام number d copy information find ideas and write your own words هنا فعل أمر ولكن منفي لا تكن بنسخ المعلومات don't don't copy information لا تكن بنسخ المعلومات find ideas أوجد الأفكار and write your own words واكتب كلماتك الخاصة بك number two keep your password حافظ على كلمة المرور healthy صحية unhealthy غير صحي sacred sacred بمعنى سري ugly بمعنى كبيح number three bullying people online عايز أقولك توقف عن التنمر على الناس عبر الإنترنت هنا طبعا فعل أم يبقى اتفقنا ناخد الفعل infinitive stop توقف number four it's to share your personal information مشاركة معلوماتك الشخصية dangerous خطيرة secret حاجة سرية open معنى مفتوح أو يفتح online متاسب بالإنترنت it's dangerous إنه أمر خطير to share your personal information أن تشارك معلوماتك الشخصية e number one she space into the library website and created a password يبقى هنا عايز أقول إن هي قامت بتسجيل الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بالمكتبة made هنا التصريف الثاني من ميك يصنع أو يفعل walked التصريف الثاني من walk بمعنى يمشي ran التصريف الثاني من run يجري logged بقى هنا عندي she logged into يعني قامت بتسجيل الدخول okay number two we give our personal information to everyone معنواتنا الشخصية هنعطيها لكل شخص يبقى we shouldn't لا ينبغي علينا تمام number three my friend me in photos online صديقي في صوره عبر الإنترنت عمل لي هنا ريد بمعنى يقرأ يبقى tag tag أصلا الفعل في المضارع بمعنى يشير يعني هو عايز يقول إنه عمل لإشارة في صوره عبر الإنترنت okay number four we should our friends should, shouldn't, must, mustn't بيقى وراهم infinitive مصدر الفعل بدون أي إضافات على طولها ناخد help okay number F I use media when I go online هي وسائل التواصل الاجتماعي اسمائي social media okay book tab history تاريخ local بمعنى محلي number two computers are important computers اللي هي الحواسب الحواسب الآنية important devices devices بمعنى أجهزة okay toys ألعاب clothes ملابث plants نفتات number three use space stay safe online يبقى عايز يقوله يجب عليك أن تبقى آمنا عبر الإنترنت يبقى هنا نصيحة مثبتة يبقى you should okay number four he space drive his car very fast يعني هو هيكود سيارته بسرعة كبيرة يبقى he shouldn't لا ينبغي عليه okay must المعنى يجب حاجة الزامية ولكن هنا السيارة يقول لي very fast يعني سريع جدا he shouldn't لا ينبغي عليه drive his car أن يكون سيارته very fast سريعا جدا ننزل بعد كده unit 11 number eight when I travel by I go through the air هسافر بأي كده خلال هواء boat car 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 سيارة plane اللي هي الطائرة bike عجلة number two do you get to school by bus هنا بس وسيل المواصلة وأنا بسأل عن الكيفية يبقى أنا هسأل بهاو كيف تصل إلى المدرسة يبقى هنا بسأل عن الكيفية الوصول يبقى استخدم how how do you get to school كيف تصل إلى المدرسة by bus بواسطة الأوتوبيس number three we need to wear a on our bikes لما نيجي نركب الدراجات هنرتدي إيه helmet أوكي اللي هي الخوزة bag حقيبة disk مقعد أو مكتب book كتاب number four you need to space left and right when you cross the road need to يحتاج إلى يأتي وراءها infinitive مصدر الفعل بدون أي إضافات يبقى to look and تنظر أوكي number b you wear a seatbelt in your car seatbelt اللي هو حزام الأمان يبقى يجب علينا أن نرتدي حزام الأمان في السيارة you must أوكي must معنا يجب حاجة إلزامية number two we safe roads نحن عايز يقول نحن بحاجة إلى طرق آمنة طب نيجي هنا save هنا save بمعنى آمن هل هي فعل؟ طبعا لا ليست فعل تمام need to بيجوارها verb ولكن هنا ما عنديش فعل يبقى ياخد على طول need تمام يبقى لو عندي فعل هاخد need to لأن to بيجوارها infinitive مصدر الفعل بدون أي إضافات مفيش فعل يا شباب يبقى ناخد need number four number three sorry a train moves on a الكطار يسير على rail اللي هي السكة الحديدية تمام road طريق sky سماء river نهر number four cars trains and bikes are types of السيارات والكطارات والدراجات من أنواع food طعم sweets الحلوة transportation اللي هي وسائل النقر تمام box كتب number c number one be when you cross the road عندما تعبر الطريق يجب عليك أن تكون curls بمعنى مهمل careful be careful كن حذرا أو كن حريصا لازي معنى كسهول وبيزي بمعنى مشغول number two you run on roads هل نجري على الطرقات؟ طبعا لا يجب علينا يبقى you mustn't لا يجب عليك أن تجري أو تجري على الطرقات number three busses and cars move on that الحافلات اللي تبسات and cars والسيارات يمشون على road اللي هو الطريق air الهواء rail سكة حديد water الماء number four we need stop pollution هنا عند stop stop verb فعل ويبقى ناخد need to نحتاج إلى number d I cross the road when the light is أنا هعبر الطريق عندما يكون الدوء green تمام green دمعنى أخضر red أحمر blue أزرق yellow أصفر number two we have cycle lanes at the sides of roads cycle lanes ممرات خاصة بالدراجات يبقى الإجابة الصحيحة we must have يجب علينا أن يكون لدينا cycle lanes ممرات دراجات at the sides of roads على جوانب الطرق number three we can have energy light bulbs in our apartment دي خدناه في الحفز energy saving light bulbs اللي هي المصابيح المؤثرة للطاقة number four we go to school بس هنا بس وخدنا قبل كده يا شباب إن جميع وسائل المواصلات بتاخد buy ولكن بشرط إذا لم تسبق بأداة أو فاصل تمام هنا بس مفيش قبلها أي حاجة هناخد buy تمام لكن لو سبقت بأداة أو بفاصل هنشوف بقى على حسب لو كان الوسيلة دي وسيلة ناكل عامة هناخد on وسيلة ناكل خاصة هناخد in أوكي we can have many on our balcony هنحط إيه عندنا في البلكونة straw قش الأرز sweets حلوة smokes دخان plants اللي هي النباتات number two farmers الفلاحون stop the urine rice straw يبقى عايز يقول أنه يجب على الفلاحون أن يوقفوا حرق قش الأرز يبقى farmers must عاجة الزامية يجب عليهم أن يتوقفوا عن حرق قش الأرز number three I go to school foot foot بتاخد on on foot سيرا على الأقدام okay it's near إنها قريبة number four you need a green light أنت تحتاج إلى الإشارة الخضراء to the road to cross the road لكي تعبر الطريق clean ونظف plant يزرع draw بمعنى يرسم number five when I travel by and boat I am on the water هو القارب وكما هنا الذي يسير على الماء bike دراجة plane طائرة car سيارة ship السفينة number two you a helmet when you are on your bike أنت بحاجة إلى الخوزة عندما تكون على دراجتك هنا a helmet فعل طبعا مش فعل helmet خوزة noun اسم يبهاخد need اتفقنا need ما بيجيش وراها فعل هنا noun تمام لكن need to بيجي وراها verb اللي هو فعل infinitive مصدر الفعل دون أي إضافات number three we cross the road at the crosswalk we must يجب علينا cross the road أن نعبر الطريق at the crosswalk من أو عند معبر المشا number four we need a built in our car حزام الأمان اسمه seat built seat built ننزل بعد كده unit 12 number eight trash can't see animals الكمامة يمكنها أن تفعل إيه كده في الحيوانات البحرية hill بمعنى يساعد make بمعنى يصنع أو يعد kill بمعنى يقتل kill sea animals تقتل الحيوانات البحرية و clean بمعنى ينظف number two is too much water on that land مياه كثيرة جدا على الماء على الأرض sorry يبقى أنا عنده هنا flood اللي هو الفيضان pelوشن تلوث fire حريق أو نار trash كمامة too much يبقى عنده هنا فيضان flood number three I sent a or an to my friend for my birthday party أرسلت إيه كده لصديقي لحفة عيد ميلادي celebrate نمعنى يحتفل celebration احتفال invitation اللي هي دعوة قمت بإرسال دعوة invitation okay number four we can our all toys هنعمل إيه في ألعابنا القديمة اللعب القديمة هنعمل فيها إيه بمعنى يصلح تمام ونخلي بالنا إن كان or can't بيقرها infinitive مصدر الفعل بدون أي إضافات اوكي يبقى ناخد هنا repair number b lots of cars in one place is called الكثير من السيارات في مكان واحد يبدأ flood فيضان drought جفاف traffic traffic اللي هو المرور أو حركة المرور fire بمعنى نار number two plastic trash can the animals and birds لسه ألنا في ويا شباب إن كان بيقوا راها infinitive مصدر الفعل بدون أي إضافات can harm harm من معنى يؤذي أو يضر الكمام البلاستيكية يمكنها أن تضر أو تأذي الحيوانات والطيور number four more solar energy to stop pollution يبقى أنا هنا عايز أقول لك استخدم طاقة شمسية أكثر لكي نوكف التلوث يبقى أنا هنا فعل أمر infinitive use فعل الأمر في اللغة الإنجليزية بدون أي إضافات use more solar energy number four she all the metal to recycle her bike هي عملت إيه في المعدن القديم لكي تعيد تدوير دراجتها القديمة عندي هنا removed بمعنى يزيل أو أزالت okay number c are very dangerous dangerous معنى خطير they can kill animals يمكنهم قتل الحيوانات flowers الزهور trees الأشجار chemicals اللي هي المواد الكيميائية plants نبتات number two toy doctors أطباء لعبة the old toys for children بيعملوا إيه في الألعاب القديمة للأطفال cycle يعني يركض دراجة recycle recycle بمعنى يعيد تدوير cut بمعنى يقطع break بمعنى يكسر number three we can our beaches هنعمل إيه في شواطئنا we can clean clean بمعنى ينظف can الفعل في المصدر بدون أي إدفات we can clean number four water to help your environment هنعمل إيه في المية علشان نساعد البيئة يبقى هنعمل إيه هنوفر في استخدام الماء أوكي يبقى save water حافظ أو وفر في استخدام الماء to help your environment لمساعدة البيئة your environment يعني بيئتك number three the trash in there is a big problem القمامة القمامة بتروح فين box في الكتب land fill اللي هو مقلب النفايات land fill energy معنى طاقة drought جفاف energy is the energy from the sun الطاقة التي يدحصل عليها من الشمس اسمه إيه solar energy اللي هي الطاقة الشمسية wind رياح water ماء جاز اللي هو الغاز number three we recycle some things we use like our toys هنا يمكن إعادة تدوير بعض الأشياء التي نستخدمها نستخدمها مثل الألعاب يبقى وي كان نحن نستطيع number four our books have a lot of interesting information معلومات inform من معنى يخبر celebrate يحتفل invite يدعو هي الكتب ملها فيها interesting information معلومات شيقة أو ممتعة number e number one the toy doctors give all the toys and you أطباء اللعبة يعطون الألعاب القديمة and you land the field يعني مقلب نفيات جديد and you life اللي هي حياة جديدة تمام trash بمعنى كمامة present معنى هدية number two the toy doctors the old toys أطباء اللعبة بيعملوا إيه في الألعاب fix fix معنى يصلح وعند كلمة تانية اسمها repair بمعنى يصلح وكلمة أخرى اسمها mind كذلك بمعنى يصلح fix repair and mind التلاتة معناهم يصلح number three we can solar energy from the sun يمكننا أن نحصل على الطاقة الشمسية من الشمس we can get لأن كان بيجوارها الفعل بدون أي إضافات we can get solar energy from the sun number four we plant more trees to help us breathe better we can't لا نستطيع أن نزرع مزيد من الأشجار للحفاظ أو المساعدة على التنفس بشكل أفضل we can ما نحن نستطيع we can plant more trees يمكننا زراعة المزيد من الأشجار to help us لكي تساعدنا breathe better على التنفس بشكل أفضل number five number one is flames flame اللي هو اللهب and heat والحرارة from something من شيء ما يبقى أنا عندي هنا fire اللي هو النار flood فيضان trash drought number two a is a place where people leave trash هم الناس يتركون الكمامة فين bark في الحديقة school المدرسة land film مقلب النفايات museum المتحف number three trees to help your environment يبقى احنا هنا فعل الأمر يبقى ياخد plant plant بمعنى ازرع ازرع الأشجار لكي تساعد البيئة number four he can english well can beek وراء الفعل في المصدر بدون إضافات يبقى he can speak اوكي وبكده نكون انتهينا من حل أسئلة المراجعة النهائية الاختيار من متعدد على المفردات والقواعد اللغوية ان شاء الله الفيديو القادم سوف نكون بحل 15 اختبار على المنهج بالكامل تابعونا ان شاء الله للمزيد من المراجعات تشجيعا لنا لا تنسوا الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناة وكلمة طيبة منكم في التعليقات تساعد على نشر الفيديو أكثر see you next time goodbye don't forget to like subscribe and share the video goodbye